بسم الله الرحمن الرحيم تحقم في ميك 6 إذا كانت شدة تيار AX بالنبير الذي مر بجهاز الديفيدي تعطى بالدالة LX جذر X على 11 حيث X القدرة بالواط والعدد 11 هو المقاومة بالأو A صف التحويلات التي تمت على الدالة في X يساوي الجذر X للحصول على الدالة LX إذن نوجد الآن A نقول صف التحويلات التي تمت على الدالة FX الدالة FX هي الدالة الأصلية جذر X وأصبحت ماذا على هذا الشكل طيب الدالة هذه معناتها جذر 1 على 11 في X إذن فقط أضفنا 1 على 11 والعدد 1 على 11 هو عدد بين الصفر والواحد وبما أن هذا العدد داخل الدالة إذن هذا التغير أو هذا التحويل يسمى توسع أفقي إذن التحويل الذي جرناه على هذه الدالة لتصبح هذه الدالة هو توسع أفقي ننتقل إلى B أكتب دالة تصف مرور تيار في مصباح مقاومته 15 O طيب هنا قال لي والعدد 11 هو بالمقاومة بال O إذن نستبدأ 11 فقط بال 15 إذن راح تكون بهذا الشكل X على ماذا على 15 ترجمة نانسي قنقر